بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين نسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وإحسانا أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء وهو اللقاء الرابع من دروس المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإسلام وهو أداء الزكاة أداء الزكاة هذا المال الذي امتنى الله تعالى به علينا بفضله وكرمه وأكرمنا به فيه حق لله تعالى وهو أداء الزكاة والزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض فرضه الله تعالى على من وجد مالا لقوله سبحانه وبحمده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وقال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال سبحانه وما آتيت من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيت من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون والآيات في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة وأما الأحاديث فمنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجول الحج وصيام رمضان فقال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث بمعناه فالزكاة أحد أركان الإسلام وممانيه العظام وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل وقد أسأج مع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا فمن أنكر وجوبها مع علمه به فقفه كافر خارج عن الإسلام ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكان وتجب الزكاة في أربعة أشياء الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده وآظم حقوق المال الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماو أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضه نصف العشر رواه البخاري ولا تجب الزكاة فيه أي في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدق حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زنته بالبر الجيد الفين واربعين جراما أي كيلوين وخمسة وخمسة عشر وخمسة عشر الكيلو فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثنى عشر كيلو ولا زكاة فيما دونها ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا فيما سقي بدون كلفة ونصفه فيما سقي بكلفة ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها لقول عمر ليس في الخضروات صدقة وقول علي ليس في التفاح وما أشبهه صدقة ولأنها ليست بحب ولا ثمر لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة على ما سيأتي في أحكام الزكاة التجارة والمال الثاني من أصناف أهل الزكاة في أحكام الزكاة التي تجبها الزكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أو معزا إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا وأقل النصاب في الإبل خمس السائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كامل الحول في المراعي الخارجية أي بأنها لا تعلّف لا تعلّف إنما ترعى من البر إنما ترعى من البر فهذه هي السائمة فإذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة هذه الإبل والبقر والغنم من ضأن أو معز وأقل النصاب في الإبل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون والسائمة هي التي ترعى الكلة النابت بدون بدر آدمي كل السنة أو أكثرها فإن لم تكن سائمة فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة إلا أن تكون للتجارة وإن أعدت التكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة سواء كانت سائمة أو معلفة سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت لصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته إذا بلغت لصاب التجارة وليس لصاب بهيمة الأنعام فلينتبه لذلك لأننا اعتبرناها حينئذ من عروض التجارة لأنه أعدها للتجارة اقتنى هذه الأغنام أو هذه الإبل للبيع والشراء فيها فهذه تعتبر فهذه تعتبر من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة سواء كانت سائمة أو غير سائمة والله أعلم والمقام ليس مقام تفسير في أحكام النصاب إنما من بيان التنبيه والإيجاز خشة الإطالة ومن أراد البسط فله مكانه وموضعه والله أعلم النوع الثالث ما تجب فيه الزكاة الذهب والفضة على أي حال كانت لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة الحديث وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك تجب الزكاة في الذهب سواء كانت نقودا أو تبرا أي مخزا الصفائح أو حليا يلبس كما هو الحال والحكم في حلي النساء المستعمل أو أنه يعار كأن تتركه المسلمة عندها للعالية من أراد أن يستعمله أو احتاج إليه فإنها تعيره إياه للبسه كل ذلك تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل وهناك من قال بعدم وجوب الزكاة في الذهب المستعمل في الذهب المستعمل ولكن القول الصحيح أن الزكاة واجبة على المسلمة في ذهبها وحليها المستعمل لعموم الأدلة على وجوب الزكاة فيه بدون تفصيل فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب أي سواران غليظان فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله رواه أحمد وأبو داود والنساء والترمذي قال في بلوغ المرام وإسناده قوي وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق يأتعني من فضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قالت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار أخرجه أبو داود والبيق والحاكم وصحاها وقال على شرط الشيخين وقال ابن حجر بالتلخيص على شرط الصحيح وقال ابن دقيق على شرط مسلم ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عشرون دينارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا رواه أبو داود والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا وزنة المثقال أربعة غرامات وربع الغرام فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه أي أن نصاب الذهب بالوزن المتعارف عليه الآن هو خمسة وثمانون غرام خمسة وثمانون غرام فإذا ملكت المسلمة ذهبا زينته خمسة وثمانون غرام فأكثر وجبت الزكاة وجبت الزكاة هذا الذهب كاملا وطريقة إخراج الزكاة للذهب أن تقيمه بقيمته السوقية وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة تنظر ما قيمته ثم تخرج الزكاة من القيمة بمقدار اثنين ونصف المئة فلو أن المسلمة مثلا قيمت هذا الذهب بعشرة آلاف ريال بعشرة آلاف ريال جميع ذهبها قيمته بعشرة آلاف ريال فإنها تخرج اثنين ونصف المئة أي مائتين وخمسين ريال هذا هو زكاة ذهبها المقيم بعشرة آلاف ريال ويكون تقييمه كما أسلفت في وقت إخراج الزكاة في وقت إخراج الزكاة وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغت نصابة أيضا الفضة تجب فيها الزكاة لكن بشرط أن تكون نصابا وهو خمس أواق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدق متفق عليه والأوقية أربعون درهما إسلاميا فيكون النصاب مائتي درهم إسلامي والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالا وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غرام نصاب الفضة بالميزان المتعارف عليه الآن الغرامات هو خمسمائة وخمسة وتسعون غراما خمسمائة وخمسة وتسعون غراما ومقدار الزكاة ربع العشر أيضا ومقدار اثنين ونص أي إذا كان عندك ذهب وكان زنته خمسمائة وخمسة وتسعون غراما فأكثر فإنك تعتبر حينئذ مالكا للنصاب مالكا للنصاب فتخرج الزكاة وذلك بأن تقيم هذه الفضة في قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة وتخرج الزكاة من قيمتها وتخرج الزكاة من قيمتها إذا قلنا لديك فضة بمقدار عشرة آلاف ريال كما في حال الزهب مثلا كما في مثال الزهب فإنك تخرج حينئذ ربع العشر ربع العشر عشرة آلاف مائتين وخمسين ريال هذه هي الزكاة الواجبة مائتين وخمسين ريالا وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل من الفضة فتقوم مقامها فتقوم مقامها إذا الآن المستعمل لدينا هي الأوراق النقدية ما نصاب هذه الأوراق النقدية نصابها مرتبط بنصاب الفضة فإذا ملكت مبلغا تستطيع أن تشتري به نصاب الفضة وهو خمسمائة وخمسة وتسعون غرام من الفضة فأنت حينئذ مالك لنصاب الدراهم النقدية فأنت مالك لنصاب الدراهم النقدية فلو قلنا الآن أن الغرام الفضة بواحد ريال لنفرض أن نصاب الفضة بريال واحد إذا قلنا أن غرام الفضة بريال واحد ونصاب الفضة خمسمائة وخمسون أي خمسمائة وخمسون خمسمائة وخمسة وتسعون ريالا نصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون غراما فإذا كان الغرام بريال فأنت الآن تكون مالك خمسمائة وخمسة وتسعون ريالا فإذا كان عندك هذا المبلغ وحال عليه الحول أو كان أكثر من هذا المبلغ فأنت مالك للنصاب فيجب عليك أن تخرج الزكاة بمقدار 2.5% كل 100 ريال 2.5 كل 1000 ريال 25 ريال وهكذا وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك إذا كان الذي عليه الدين الذي في ذمته الدين مليء وبادل فيزكيه مع مالك كل سنة أو يؤخر زكاة حتى يقبضه ثم يزكيه عن كل سنة مضت من السنين الماضية التي بقيت عند هذا المليء فإن كان الدين عند معسل أو مماطل أي ممانع من الأداء يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه سنة واحدة سنة قبضه ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين لأنه يعتبر في حكم المال المعدوم خلال السنوات الماضية هذا المال الذي لدى المعشر أو هذا المال الذي لدى المماطل لا تزكي كل سنة لأنك ما تعلم هل ستقبضه أم لا فيعتبر في حكم المال المعدوم فإذا قبضته فإنك تخرج الزكاة لسنة واحدة حال قبضه في حين قبضه تبادر بإخراج الزكاة والله أعلم أما بالنسبة لمن يساء يضع ماله في الأسهم فإن هذه الأسهم على حالين إن كان وضعها لأجل أن يتاجر فيها ينظر إلى السوق متى ارتفع باع ومتى الخفض شراء وهكذا فهذا يعتبر من عروض التجارة التي سيأتي بيانه فإنه يخرج الزكاة في ماله حال تمام الحول على هذا المال أما إن كان ممن اشترى أسهما ولا يريد البيع والشراء فيها إنما يأخذ الأرباح فقط إنما يأخذ الأرباح فإن الزكاة لا تجب في رعس المال وإنما تجب في الربح الذي يتحصل عليه فإنما تجب في الربح الذي يتحصل عليه فأما إن كان وضعها لقصد المتاجرة كما أسلفت فهذه عروض التجارة ويجب عليه أن يخرج زكاتها حال تمام الحول ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منها إلا أن تكون للتجارة فيزكيها زكاة تجارة الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعده المسلم للتكسب والتجارة من عقاب وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال فهذه التي أعدها للتجارة يقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج ربعة عشر قيمتها أي 2.5% من قيمتها سواء كان قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم بأقل أم بأكثر فإنه يجب عليه أن يقيمها وقت وجوب الزكاة بسعر السوق بسعر السوق ويخرج الزكاة ويخرج الزكاة من القيمة ومثل المحلات التجارية محلات الملابس محلات السوبر ماركت والبقالات عليه أن يحصر بضاعته أن يحصر بضاعته التي في محله وقته تمام الحول ويخرج الزكاة من إجمال القيمة بسعر السوق بسعر البيع وليس بسعر الشراء وليس من حق أن يقول هذه البضاعة ما شريتها إلا من فترة وجيزة لأن مال هذه البضاعة كان في بضاعة سابقة اشتريتها من قبل وهكذا هو الحال كلما باع اشترا فإنها تعتبر عروض التجارة أي أنه يتاجر بها ويعرضها للتجارة فتجب الزكاة عليه في تمام الحول وذلك بأن يقيمها بسعر سوقها وقت وجوب الزكاة ويخرج الزكاة بمقدار ربع العشر وعليه أن يتقي الله وأن يحصرها ويحصيها إحصان دقيقا شاملا للصغير والكبير ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارات ورباث سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه متفق عليه ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول أو بلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها لكن إذا كانت الأجرة قد حلت على المستعجر من سنة لأن حول الأجرة من بداية العقد وليس من تاريخ القبل فإذا كنت أخي وقعت العقد معه في تاريخ واحد واحد مثلا ولكنه لم يسلمك الأجرة إلا في واحد واحد من السنة القابلة من السنة القابلة نقول لقد حال الحول على هذا المبلغ لقد حال الحول على هذا المبلغ ويجب عليك أن تخرج الزكاة وليس لك أن تقول لم أقفضه إلا الآن ويا أزكيه إلا بعد تمام الحول فهذا غير صحيح لأنك قد ملكته بوجوب العقد أي بتوقيعك للعقد فحينئذ ما دمت قد ملكته بالعقد فأنت إذا تأخرت في استلام الأجرة وأنظرته كرما منك وأنظرته كرما منك فحينئذ الزكاة واجبة لتمام الحول بتمام الحول بذلك وأما بالنسبة للموظفين الذين يردوا إليهم الزكاة في أموالهم الذين تردوا إليهم الرواتب وليس لهم دخل مدخر ثابت إنما ما يردوا إليهم في هذه من هذه الرواتب يدخرون ما شاء وينفقون ما شاء ولا ربما ادخروا في هذا الشهر ولم يدخروا في الشهر الآخر ونحو ذلك ولا يعلمون ما الذي تم عليه الحول ولا الذي لم يتم عليه الحول فأقول لهم إن أمثال هؤلاء الموظفين أو من يردوا إليه أموالا من أقصات من أقصات حلت على آخرين فأقول من بابي التيسير له والتسهيل والضبط والدقة أن عليك أخي الكريم أن تحدد يوما معينا من أيام العام الهجري وتخرج وتحصي ما لك الذي عندك مما قبضته قبل والذي قبضته من قريب تحصيه كاملا وتخرج زكاته وتخرج زكاته كاملا وبغض النظر هل تم الحول أو لم يتم لأن ما تم حوله فهو زكاة واجبة فيه وما لم يتم حوله فقد نويف أنوي بذلك تعجيل الزكاة لأننا لو لم نقول ذلك لقلنا إن عليك أن تحدد كل مبلغ متى دخل فتخرج زكاة في حوله وهذا يصعب عليك ويشق ولكن إذا حددت يوما واحدا من العام حددت هذا التاريخ وجعلته وتاريخ إخراج زكاتك فتحصي ما لديك من مال مما كان قريبا قبضته أو من قبل فأنت بذلك ضبطت أمورك وأبرأت ذمتك وكنت بذلك حققت الدقة في ضبط إخراج الزكاة بتوفيق الله فتحدد هذا التاريخ كأول رمضان مثلا من كل عام تحصي كل ما لديك من مال مما دخل قريبا أو قبل ذلك وتخرج الزكاة حتى لا تجب عليك الزكاة مستقبلا إلا في رمضان القابل والله أعلم هذا هو الواجب علينا في أموالنا واعلموا أيها الإخوة الكرام أننا بإخراج زكاة وأننا بإخراج زكاة أموالنا أننا في خير وإلى خير لأنها زيادة ونقاء وطهرة كما بيّن سبحانه وتعالى بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهذه الزكاة طهرة للمال وزكاة ونقاء بل ونماء كما قال عليه أفضل الصلاة وأسك السلام ثلاثة أقسم عليهم وذكر منهم ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده فهذا تأكيد من المصطفى وأقسم بذلك صلوات الله وسلام عليه وهو الصادق المصدوق بدون قسم ولكن من باب التأكيد عليه أفضل الصلاة وأسك السلام فإخراج الزكاة خير وبركة للإنسان خير له في أهله خير له في بدنه خير له في أولاده خير له في ماله حفظ لهذا المال من الشرور والحوادث والآفات فمن أخرجها فقد طهر ماله ونقاه فاحرسوا إخوة الكرام على إخراج زكاة مالكم طيبة بها نفوسكم ابتغاء مرضات الله وحرسوا على أن تعطوها الفقراء والمساكين وأن تضعوها في يد المحتاجين فمن وضعها في غير يد محتاج فما أخرج زكاة ولا تبرأ للمته نسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح العمال وأن يزيدنا وإياكم من فضله وكرمه وأن يجعلنا وإياكم من أولياء المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتقبل الصيام والقيام والصدقات إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله